بعد توقيع اتفاقين أحدهما عسكري مع ليبيا الرئيس التركي قال إن بلاده ستزيد الدعم العسكرية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا مؤكدا أن بلاده ستدرس جميع الخيارات المتاحة لها لن تتراجع تركيا مطلقا عن الخطوات المتخذة في سوريا ولا عن الاتفاقات الموقعة مع ليبيا الرئيس التركي قال إن بلاده لن تتراجع عن الاتفاق العسكري واتفاق الحدود البحرية الذين وقعتهما مع ليبيا ما قد قدمنا مؤخرا دعما كبيرا للحكومة الليبية الشرعية إذا اقتضلت الضرورة سنزيد البعد العسكري لدعمنا لليبيا ونقيم كل خياراتنا من البر والجو والبحر وتساند تركيا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ووقعت معها اتفاقا للتعاون العسكري الشهر الماضي واتفاقا آخر للحدود البحرية أثار غضب اليونان التي قالت إنه ينتهك القانون الدولي لكن تركيا رفضت هذا الاتهام وقالت إنه يحمي حقوقها في شرق المتوسط وصادق البرلمان التركي في الساعات الماضية على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري الموقع الشهر الماضي وهو الاتفاق الذي يمهد الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة وتأتي هذه التطورات في وقت احتجزت فيه قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر سفينة ترفع على مغرنادا ويقودها طاقم تركي قبالة سواحل ليبيا وحسب قوات خليفة حفتر فإن زورقا حربيا تابعا له أوقف السفينة في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة درنا وتم قطرها إلى ميناء راس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل ترجمة نانسي قنقر